في المهرة لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن وفي المهرة أيضاً لا تأتي الاحتجاجات بما تشتهي السعودية ثلاث سنوات من الوجود العسكري في المهرة لم تتوقف فيها الاحتجاجات المناوئة لتحركات الرياض ومشاريعها الاقتصادية التي تحاول تمريرها دون موافقة اليمنيين ولا حكومتهم الشرعية دفعت السعودية بأرتال عسكرية لم تشاهد في المحافظات التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات ورمت الرياض بكامل أوراقها لتبرير سيطرتها على منافذ وموانئ المهرة فقالت إنها جاءت لإعادة الإعمار ومنع التهريب لكن شيئاً من ذلك لم يحدث والشواهد أكثر من أن تحصى فلا يزال ضحايا الأعاصر التي ضربت المحافظة مشردون في مخيمات النزوح والمشاريع لم يبق منها سوى حجارة وضعت تحت عدسات الكاميرات كما لم تثبت أي عملية تهريب للأسلحة كما كانت تزعم السعودية تساقطت كل تلك الشعارات والمبررات فدفعت الرياض بورقة الإرهاب الورقة الأكثر استخداماً لتبرير احتلال أي دولة هشة وضعيفة تعاني من حرب داخلية لكن السعودية لم تحصد من تلك الإساءات سوى للسنكار والغضب الشعبي فكيف بشيخ قبلي أو مسؤول حكومي في بلاده أن يكون إرهابياً إلا في شريعة الرياض لم تزد تلك الاتهامات المهريين إلا التفافاً حول قيادتهم الوطنية لتتعاظم المواقف المساندة لقضية المهرة وقبائلها الذين انتهجوا الاحتجاجات السلمية طريقاً في مواجهة الآلة العسكرية الضخمة للرياض